السلام عليكم مرحبا بمحبية الأخبار والمعرفة في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوب آخر أخبار ألمانيا عندنا ثلاثة مواضيع مهمة لهذا اليوم فلنبدأ على بركة الله الموضوع الأول أصدقائي في مدينة كيل قامت الشرطة الألمانية بمداهمة أحد محلات السوبر ماركت السوبر ماركت الذي يبيع المواد التي تأتي من منطقة الشرق الأوسط في هذا المحل دخلت له الشرطة الألمانية ملتمة على هذا الشكل تبحث عن سلاح هناك فوجدت في السوبر ماركت عندما كانوا يبحثون وجدوا في مخزن السوبر ماركت مبلغ 250 ألف أورو وقاموا مباشرة بالحجز على هذا المبلغ القضية وما فيها هو أن القضية تعود إلى مدة طويلة عندما حصل خلاف بين عائلتين أجنبيتين تعيشان في ألمانيا وبينهما صهارة يعني بينهما صهارة وبينهما زواج حصل أنه حصل إطلاق النار على الأوتوبان عندما قام أحد سائقي سيارة بورشي 911 توربو اس التي تمانها بداية من 1095 ألف يورو تمان هذه السيارة حصل خلاف بينه وبين شخص آخر متصاهرين مع بعض وكان على الأوتوبان وفي الأوتوبان الطريق السريع قام بإطلاق النار على بعضهما لذلك الشرطة الألمانية سمعت بأن السلاح الذي أطلق منه النار يوجد في هذا السوبر ماركت دخلت الشرطة الألمانية تبحث عن السلاح فوجدت السلاح وأيضا وجدت مبلغ 250 ألف يورو أصدقائي وحجزت على هذا المبلغ لأنها تريد معرفة من أين أتى هذا المبلغ هل هذا المبلغ أتى عن طريق غسل الأموال محطوط هناك من أجل غسل الأموال وتبييد الأموال وأتى من مصادر أخرى وماذا يعمل هذا المبلغ هناك ويوجد قانون في ألمانيا قانون جديد يقول بأن هذا القانون خرج في 2017 يقول بأن إذا وجدت الشرطة أو إذا وجدت الجمارك مبالغ مالية كبيرة ولم يستطع الشخص أن يخبر الشرطة أو أن يدلي من أين حصل على تلك المبالغ فيحق للدولة أن تقوم بحجز تلك المبالغ أصدقائي هذه العائلة كما تقول الصحيفة من أصول لبنانية تحية إلى إخواننا وأحبائنا طبعا من الشعب اللبناني فلنمر إلى الخبر الثاني هناك كلام كبير في ألمانيا حول تقنين السرعة على الطريق السريع وتصبح السرعة فقط 130 كم للساعة نعرف بأن في ألمانيا أغلب الطريق السريع الأطوبان أغلب مفتوح السرعة ويمكن للشخص أن يسافر بأعلى سرعة كما يشاء فقط هناك بعض الأجزاء التي مثلا فيها تقنينات 120 130 80 إلى آخره لكن في كثير من الطرقات الطريق مفتوح للجميع الآن تفكر الحكومة الألمانية وأيضا هناك جمعيات تقول يجب أن نقوم بتقنين السرعة مثل جميع الدول الأوروبية وعدد كبير من الدول العالمية ونخليها في ألمانيا فقط 130 وممنوع تجاوز أكثر من 130 في الطريق السريع لحد الآن الحكومة الألمانية تتشاور إذا سألتموني أنا ضد هذه الفكرة أنا مع حرية الشخص بأنه في الطريق السريع يعني يسافر حتى ب150 كيلومتر 160 كيلومتر أوكي أجدها جيدة لكن تقنين السرعة لمية وثلاثين هذا يمكن أن يشكل أيضا ضغطا كبيرا على السائقين وعدد كبير من السائقين لن يحترموا هذه يعني 130 كيلومتر في الساعة ما رأيكم أصدقائي هل أنتم فعلا مع أيضا تقنين السرعة وجعلها فقط 130 في كل الأوطوبة حتى لو كان فاضي لا يوجد أحد تسوق فقط ب130 أم تقولون لا نريد أن يضل الوضع كما هو عليه الآن وتبقى الحرية عند الشخص إذا كان الأوطوبة المفتوح تبقى عنده حرية يريد أن يذهب ب130 يريد أن يذهب ب150 أو يريد أن يسافر حتى ب180 المهم احترام الآخر وعدم عمل المشاكل الخبر الثاني أصدقائي من آخر استطلاع للرأي فيما يخص الحكومة الألمانية هذا آخر استطلاع للرأي يعني إذا حصلت انتخابات مثلا هذا اليوم فهذه هي شعبية الأحزاب حزب السيدة ميركل والسيدة كخامب كاغنباوة الرئيسة الجديدة للحزب وصل فقط إلى 29% فقط 29% من الألمان مستعدين أن ينتخبوه حزب الخضر 19% من الألمان مستعدين حاليا أن ينتخبوه حزب الاسبيدي الاشتراكي الذي يشكل الحكومة الألمانية 16% من الألمان مستعدين أن ينتخبوه حزب الافدي حزب البديل 14% من الألمان مستعدين أن ينتخبوه حزب الـ FDP الحزب الليبرالي الألماني 9% مستعدين أن ينتخبوه وحزب اليساري ديلينك 9% من الألمان مستعدين أن ينتخبوه يعني إذا حصلت انتخابات فهناك فقط إمكانية لحزبين فقط أن يشكل الحكومة هما حزب السيدة ميركل وحزب الخضر أصدقائي كانت هذه نبدة سريعة وبسيطة عن آخر أخبار ألمانيا أتمنى أن تكون هذه الحلقة أيضا قد نالت إعجابكم تحية طيبة للجميع شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء